ويقول الذين آمنوا مرة أخرى الذين آمنوا ماذا يقولون الذين آمنوا هؤلاء من المؤمنين ما شاء الله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فلتنزل السورة حتى نقاتل في سبيل الله مرة أخرى فإذا أنزلت سورة محكمة محكمة الآن لا متشابه ولا هم يحزنون حتى لا يقول لا فيها تأويل فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض تذكر هذه اللفظة مرة أخرى جيدا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت فأولى لهم الآن الله سبحانه وتعالى يتوعدهم بالعقاب فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم متشردون بعد أن أمركم النبي صلى الله عليه وآله إذا عزم الأمر إذا اشتد القتال فلو صدقوا الله على ما قالوا كل هذه المقولات لكان خيرا لهم فهل عسيتم؟ هنا جدا أرجو منكم التركيز ركزوا جيدا رجان ألفاظ جدا مهمة ومؤلمة فهل عسيتم؟ الخطاب الآن لمن؟ لمن هم في قلوبهم مرض ومن هم يحيطون بالنبي صلى الله عليه وآله سمهم ما شئ صحابة غير صحابة ما يعنيني الآن فهل عسيتم؟ هذا تنبؤ أو متنبؤ من الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم؟ شنو يعني توليتم هنا؟ توليتم أمر الأمة شوف المأساة والألم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا وصف دقيق لما جرى بعد موضي النبي صلى الله عليه وآله لهم وصف دقيق القرآن يتنبأ يقول هناك أقوام وسبق ذكرهم في قلوبهم مرض سيتولون أمر الناس رقاب الناس أمر المسلمين ماذا سيصنعون هؤلاء؟ بعد تولي الأمر الخلفاء الراشدين على أساس ماذا سيصنعون؟ يفسدوا في الأرض ويقطعوا أرحامهم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم خلنأخذ محط استراحة الآن لأن هذه الألفاظ جدا مهمة تقريبا نفس الألفاظ جاءت في سورة البقرة أين؟ في الصفحة واحد وثلاثين تذكر ما قلناه الآن نعيد على السريع أولئك العفون فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شوف الدعوة في التدبر في القرآن متى جاءت؟ خلي نروح الآن إلى الآيات المشابهة في سورة البقرة في الصفحة واحد أو اثنين وثلاثين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام من هذا الآن؟ نحن في سورة محمد صلى الله عليه وآله جاء نذكر مأساة النبي صلى الله عليه وآله وسنأتي على صفاته هذه صفات من بالله عليكم؟ في هذه الصورة قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ الآن ما الذي سيأتي هذا الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا؟ ويشهد الله على ما في قلبه يقول والله أنا مؤمن يا نبي الله والله كذا والله كذا يشهد الله يعني هذا كاثر هذا من أهل الشرك هذا من اليهود والنصارى ظاهرا لو من أهل الإسلام من أمة النبي صلى الله عليه وآله من من؟ أحسنتم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى الآن يذكر شخصا واحد سيتولى أمر الناس حتى الآن في الهامش مذكور لك يتولى أمور الناس أمور المسلمين ما أعرف شون فاتتهم هذه ماذا يفعل هذا الفرد عندما يتولى؟ الذي قلبه مريض الذي يخفي ما لا يبدي للنبي صلى الله عليه وآله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بعدين أول ما يصنع هذا الإفساد ما الذي يصنع؟ ويهلك الحرث والنسل التفتوا هنا أن الله عز وجل بدأ بالحرث لأي شيء لأي شيء أول ما تولى هذا اللي تولى أمر المسلمين على أساس الخليفة ماذا صنع؟ على أي دار هجم؟ نساؤكم حرث لكم عرف هذا خادم إبليس أن النسل نسل آل محمد عليهم السلام يأتي من هذا الحرف فأراد ماذا يصنع أولا؟ ليطفئ نور الله بإهلاك الحرف ليهلك الحرف والنسل ثم نسل آل محمد عليهم السلام أكو توصيف أدق من هذا؟ والله العظيم لو زيدت الأسماء هنا صراحة لما زادت هذا الكتاب صراحة أبدا وصف أدق من هذا تريد؟ لما جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ألد خصام نبينا هو هذا اللي تولى الأمر كما في صريح الكتاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله إن في البيت وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد تتعجب لما نقول فلان وفلان في النار الله عز وجل عز وجل قال حسبه جهنم هذا الذي سيتولى الأمر وهكذا يفعل بالأمة حتى إذا أردت أن تأخذ التفسير يعني بشكل عام مو مشكلة وقع افساد أحرق الحرث والنسل لو ما أحرق بعد هذه الخلافة المزعومة صار إذن هو ألد الخصام إذن حسبه جهنم ولا بئس المهاد أيهم أخترت بعد ذلك مباشرة ما الذي يأتي شنو تتصور بعد أن جاء بأوصاف هذا الخليفة المصطنع المزعوم الظالم الذي تولى رقاب الناس صفات من تأتي الآن قال ومن الناس كذا وكذا وكذا ومن الناس شنو ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله أكو أوضح من هذا يعني يذكر لك شخصا ثم يذكر لك نقيض ذلك الشخص تماما من نقيض أبي بكر بربكم خليفة الآن مزيف مصطنع من نقيضه الخليفة المختار من الله عز وجل المعين من الذي استخلفه أن يكون الخليفة إلا هكذا وهذه الآية عليها إجماع المفترض كل المسلمين يقولون هذه نزلت في علي عليه السلام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بس أنتو ما أردتم هذه الرأسة حسنًا